على وقع المعارك الدائرة في مدينة خانشيخون جنوب إدلب تأتي هذه الصور لرتل عسكري تركي قال مراسل أورينت إنه يضم 38 آلية من بينها 7 دبابات مضيفا أن طائرات ميليشيا أسد قصفت المجموعة التي خصصتها الفصائل لمرافقة الرتل ثم قصفت مجددا الرتل ذاتها أثناء توجهه من معرة النعمان إلى خانشيخون ليس وحده رتل المعرة من أرسلته أنقرة إلى الشمال السوري في الساعة القليلة الماضية الحديث يجري عن رتلين آخرين أحدهما انطلق من تل الطوقان جنوبا والآخر بالقرب من بلدة حيش يأتي ذلك تزامنا مع حديث عن نية تركيا إقامة نقطتين مراقبة جديدتين جنوب إدلب مصادر عسكرية قالت إن الجيش التركي بدأ بالتجهيز الفعلي من أجل إنشاء النقطتين وغالبا ستكونان في خانشيخون على أن تتمركز إحداهما في ظهرة النمر والأخرى في منطقة طبيش على أطراف المدينة لتتخذ بهذا التوزيع الجغرافي موقعا بين النقطة التاسعة في مدينة موريك والنقطة العاشرة في شيرمغار وعلى ذكر نقاط المراقبة وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين عسكريين أتراك أن أنقرة لن تسحب أي نقطة من نقاط المراقبة مهما بلغ حجم التصعيد لا بل أكثر من ذلك حيث لم يستبعد المسؤولون الأتراك دخول بلادهم في العملية العسكرية لحماية المنطقة في حال فشل الحل السياسي كل ذلك لم يحمل بعد أصبغة الرسمية التركية إذ إنه ما زال احتمالات محللين وتسريبات وسائل إعلامية ترجمة نانسي قنقر